احنا النهاردة خلاص 15 نوفمبر يعني خلاص فاضل اسبوعين على موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج هتكون ايام 1 و 2 و 3 ديسمبر بعدها على طول هيكون التصويت في الداخل ايام 10 و 11 و 12 ديسمبر يعني خلاص احنا دخلنا في مرحلة الجد خصوصا ان حملات المرشحين الاربعة بتكثف جهودها في فترة الدعاية الانتخابية بتعمل مؤتمرات انتخابية عشان يعرضوا فيها المرشحين البرامج بتاعتهم والملفات اللي بتمثل اولوية لدى كل مرشح ان فيه دور مهم على المواطن اولا انه يتابع برامج المرشحين عشان يقدر يختار المرشح اللي بيعبر عنه وعن مستقبل البقات تاني حاجة انه يكون حريص على المشاركة الاجابية في الانتخابات الرئاسية لان لازم يكون عندنا وعي كامل بقيمة الصوت الانتخابي لكل ناخب في مصر ولان المشاركة بتعتبر مسئولية وواجب وطني وكمان التزام دستوري لما بنشارك في الانتخابات احنا بنساهم في رسم مستقبل البلد بنختار المرشح اللي هيقود البلد لفترة رئاسية جديدة وكمان بنضمن نزاهة وشفافية وسلامة العملية الانتخابية ده حقيقة المواطن هو الرقم الاهم في العملية الانتخابية مشاركته في الانتخابات مسئولية وطنية لازم الكل يشارك كل مواطن اسمه مسجل فيه قوائم الناخبين عليه دور كبير جدا في هذا المشهد الديموقراطي وعليه مسئولية تجاه بلده ايا كان المرشح اللي هيختاره لازم كل مواطن وكل ناخب يروح للصندوق ويقول رأيه وفي النهاية الصندوق هو اللي هيعبر عن الإرادة الحرة للناخبين لان احنا بنثق في الهيئة الوطنية للانتخابات اللي بتدير العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة وكمان بتقف على مسافة واحدة من كل المرشحين غير كده كمان الانتخابات بتجرى تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمختلف أنواحها كمان هنلاقي فيه متابعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بالتالي مسئولية نحن كمواطنين هي المشاركة الوسعة في الانتخابات لان المشاركة دي هي اللي بتعزز الديموقراطية وبتعزز كمان التنوع وبتطري الحياة السياسية وبتعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية وان يكون فعلا ليه دور فيه اختيار مستقبل بلده احنا موجودين النهاردة معاكم على مدار ثلاث ساعات بنصبح على حضرتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر